موسيقى كبداية نخش نشوف التحديد نحتى نتجع نصور الشاشة هنا نزل التحت نصور الشاشة هنا ننتظر يخلص التحديد السلام عليكم هلا فيكم فيديو جديد اليوم سنتحدث معكم عن نسخة تجريبية الثالثة لل ios 12.3 نسخة تجريبية الثانية تمت 90 النسخة التجريبية الثانية إلى اي عيب الشبكة ممتازة مرة واحدة بمصدر فجأة قطعة ويرلس لا اهتمامها لكن يعتبر عيب في النسخة التجريبية وابغل إلى الآن متواهقة مع انتل مع المودم والشبكة في كل نسخة تجريبية تتحدث المودم وترى المشاكل وفي المناسبة الرئيس للتالي سوف تنزل معكم الوقت و حدثت المودم و تغيير واحد في النظام الجديد لكن ميزة النظام هذا كله ان ابل تاب يتنزل الابل تيفي بلاس والنيوز بلاس الأجهزة الغديمة قبل ان تقطعها مثل الايفون 6s وال6 وال5s والSA يدعمون من نسخة الـ 12.3 فتغريبا هذا اخر نسخة وابل تاب يتنزل عندهم ميزة الابل نيوز والابل تيفي بلاس ولا شيء ذا كلها ابل تتغليهم وشيء حلو ان الايفون اصغيلة ممتازة حتى السرعة في النسخة التجربية الثالثة ممتازة فحلو ان ابل تختم الجهاز هذا و توقف الدعم عليه و توقف سوفتشير نظيف و سريع اتوقع ان ابل نسخة الـ 12 فصل الاراته فقط تدعم الابل تيفي بلاس والنيوز نزل لهم تتأكد 100% ان السرعة ممتازة علشان تنقذ الـ ios 13 اللي هو بعد عيد رمضان توقف على هذه النسخة تبدأ النسخة الجديدة و فيها ميزات كوية فمثل ما نشوف طبعا قبل ما يخلص النسخة التجربية الثالثة ستتقل عندك انك توقف عمل الفيديو مثل لو تضغط على برنامج فيه يكون فيديو يشتغل عندك تلغائي في عندك خيال ان تخشل عددات عام مكانية الوصول وتوقف التحريك وتوقف الفيديو انه ما يشتغل تلغائي عندك لو وقفت التحريك برضو عندك قسم ثاني انك تدار توقف الفيديو ولكن توقف التحريك ان الموشن تطلع عن برنامج وما يكون عندك نفس الموشن لكن في النسخة التجربية الثالثة لأسف قبل ان تقلتها ما ادري ليش شعلتها انك لو وقفت الموشن ستتوقف برضو عندك الفيديو ما تدار تتحكم فيه مثلهم يعني توقف الموشن لكن الفيديو تخليه اشتغل لا اذا وقفت هذا يعني توقفه كامل ما ادري ليش تقلتها لكن ما اهتمت فيه وانا فكرت انه موجود اصلا الا لما انشفت المراجعات تتكلم عن نسخة التجربية الثالثة وكنسرر تلك الحركة نشوف هل ترجعه بالنسخة التجربية الرابعة اذا صار فيه نسخة التجربية رابعة برضو ولا لا لان النظام هذا قبل نهاية رمضان يجب ان ينزل لكم كلكم ويلا انتظروا ان تنزيله في الجوال ونشوف المعيزات ونشوف الأشيئة كلها عندما يخلص الايفون تحميل النظام دعنا نتكلم عن السوترات وعلمكم بشكل بسيط عن الفروق بين التحريطات ابل او ابل كيف تمشي بسلسلة تحريطاتها طبعا بداية مثلا ونتكلم عن الايوس 12 فاذا كنت انت في الايوس 11 وانقلت الايوس 12 فبتكون عندك ميزات قوية لماذا؟ لان اول رقم تغير ابل تقسم الرقام الايوس على ثلاث ارقام الرقم الاول اللي صار اذا تغير مثلا اذا كنت على 12 وروح 13 ستكون عندك ميزات جديدة او تحريط الهجار في ميزات اذا لا الرقم الثاني تغير مثلا لو كنت في 12.2 ونزلت على 12.2 هذا التحريط الرقم الثاني تغير فبرضو في ميزات تنزلت تميزة أو ميزتين أو ثلاث لكن لا اذا كنت على الرقم الثاني مثلا 12.2 يجب ان نزل تحريط ١.2 فنزل عندك الرقم الثالث فيعتبر ما في ميزات بس تحريطات امنية مثلا في خلل هنا او باتري او الجهاز بطيء أو فيه كراش في بعض البرامج تطلع يعني تعديلات بسيطة بس ما فيه تحديث وبرضه إذا كنت 12.2.1 ونزلك تحديث وتغير الرقم الثالث مثلاً 12.2.2 هذا الرقم الثالث بسري تغير فنفس الحركة ما فيه أي ميزات فقط تعديلات على النظام استغرار النظام البتري تخلص عندك بسرعة كذا لكن لو أنك 12.2.2 وتغير عندك مثلاً الرقم الثاني اللي هو هذا هو صرت الحين 12.3 فلازم تكون عندك ميزات جديدة وتمشي مع الحركة ذي حتى لو أنك تنزل عندك مثلاً بعد سنة ينزل iOS 13 كنت على 12.3 وتغير عندك الرقم الأول من 12 إلى 13 برضو ميزات قوية رح تكون عندك يعني تحديث جاذري بعدها بسبوعين فلا سبعة على مية في المية أنه تكون فيه مشاكل رح تنزل أبل بعدها iOS 13.0.1 مثلاً ما رح تعدل شيء بس تنزل لك 13 رح يكون عندك 13.0.1 طبعاً تسمحوني على الخطة هذه ما رح تكون فيها أي ميزة فقط تعديل أن الرقم الثالث من الصفر نفسه ما رح تنتهي للصفر دقيقة بس خلق دعاً سكر نشوت ونستخدمها هنا أحسن فأنت كنت على هذا الأصدار 13.0 بعدها نزل عندك iOS 13.0.1 فالرقم الأول نفسه ما تغير الرقم الثاني برضو نفسه ما تغير الرقم الثالث اللي هو الone هنا نزل كذا أبل بس تحديثات أمنية تغرف النظام أشياء خفيفة تعدلت طبعاً سمحوني ما قلت لكم عن الخط فقط لأن الجهاز واقف فما قدر أكتب كذا لكن إذا كنت على مثلا 12.0 ونزلت على طول دايركت على 13 أيضاً في تحدثات كثيرة أو هنا كنت ونزلت تحت أيضاً في تحدثات كثيرة لماذا؟ لأن نتغير الرقم الأول هذا اللي كنت أتمنى لكم تعرفونه قومنا نزل التعديد ورجعنا معكم حينما بعد ما أحدث الجهاز مثل ما نشوف نفتح الجهاز معكم نخش العديدات أول شيء نروح عام نروح حول هذا أول كراش طبعاً ما علي نروح حول شيء طبيعي عادي نخش مرة ثانية العديدات عام نحاول نرى هنا الاصدار حين صار 16F5139E وهذا الغديم موجود هنا نرى حين المدم صار 105.02 الغديم هذا هو إذا ما نرى حدثه برضو المدم هذه التغييرات الملحوظة والأشخاص اللي شوفوها لو نرى نخش العديدات عام إمكانية الوصول إذا ما نتكلم من قبل شوية نرى هنا تغليل الحركة لو نشقلها لما نرى الخيار هنا تقنسله فحين ما قدر أوقف الفيديو إذا شقلت خلاص الفيديو يتقنسل ما قدرت أشقل هذه و أطفل الفيديو فما عندي تتحكم زائد لحق الفيديو تقريباً هذه كل التغييرات اللي صارت في النظام ما في أي شي جديد لو نرى مثلاً TV يعني كل شوية حدث هنا هل سوى شي تجريد فيه أو ما سوى دعو نرى دعو نشقل المقطع هنا هل سوف يفتح لي إلى الآن يفتح لي هولو والسكس والأجهزة اللي بتقنسلهم علشان خلاص توقف عندهم الدعم بيكونوا سليسين في النظام ما يكون في تقديع ولا شي لو نجرب حين معاكم Geekbench مثل ما تعودنا نفتح هنا نروح CPU و نبدأ نشوف معاكم مثل ما نشوف Single Core 4764 والMulti Core 10 432 لو نرجع حين و نشيكلهم كلهم نشوف على CPU نشوف النسخة الأولى ثانية ثالثة النسخة الأولى كان سنجل كل 4803 اللي بعد 4809 رقع تقريبا 6 أخير لنزل 4764 لو نجي على الملتيكور كان أول نسخة 10950 ثانية ممتازة صراحة 10500 نزل الآن صار 10432 طبعا ما توقع فيه فارق مثل ما قلت لكم شي خفيف السرعة ما راح ندقق عليه التغيير البسيط لو نجرب معاكم شي جديد راح نبدأ معاكم من حين نرجع هنا نجرب هنا GPU اللي هي معالج الرسومات اللي هي معالج الرسومات اللي هي معالج الرسومات اللي عشان للعاب والإخراج من خلاج التكديع اللي يكون فيهم يكون قوة المعالج الرسومات اللي في الجهاز فنجرب معاكم من هنا النسخة الثالثة ونشوف كم راح يعطينا في معالج الرسومات اللي هي معالج الرسومات اللي هي معالج الرسومات للعابج الرسومات للعابج الرسومات كان يكون 12.1.2 كان يعطينا 21449 فالجديد أفضل الحين عندما نرى وبرضو اعطاني قبل 12000 وعلى نسخة 11 ففيه تطوّر قوي فقط هذا ما هو نجرب معاكم الآن سرعة الانترنت على الوائرلس وعلى الشريحة نجرب على الوائرلس خلص من الوائرلس نجرب الانترنت على الشريحة نرى السرعة كيف خلص نرى النتائج هنا هذه على الشريحة نسخة الجريبية الثانية في الـ download كانت 108 هنا الـ download أعطاني 77 Upload أعطاني في النسخة الثانية 16 الجديدة 14 في الوائرلس نازل نسخة الثانية 125 نسخة الثانية 880 و الـ upload 14 الثانية 87 الوائرلس في الـ wrap أعطاني أفضل في التنزيل الغديم كان أفضل أما في الشريحة 2 هم بالغديم أفضل كثير من النسخة الثالثة بما نقلتهم حتى المودم يريدهم حتى أفضل مشاكل كثيرة من انتل وما قلت لكم هذا الفيديو وهذه الميزات التي نزلت في الجهاز لا يوجد ميزات جديدة مثل ما قلت لكم أبل فقط تدق على الأداء للأجهزة الغديمة لكي توقف الدعم عنهم الـ iPhone 6 iPhone SE 5S و تقريبا 6S توقف عليهم وتكمل الأجهزة الجديدة تدعم فقط 7 و 8 قبل أن ننهي معكم الفيديو تذكرون المكتعة التي تقوم بها مشاكل في iOS 12.2 و 12.3 التي يعلق الجهاز سنجرب الحركة حين ونرى هل سيحدث في نسخة تجربية الثالثة أم لا لدينا الفيديو المشاكل الموجود في الواسط تقريبون أن ترى المشاكل التي تصبح يعلق في الجهاز لقد قمت لها فيديو نرى هل أبل إلى الآن يجعل الحركة موجودة أم لا نضغط الطوارئ لا ترك الجهاز حين يطفي تلقائي بعد ما طفها ننتظر خمسة واني ننتظر الخمسة واني نركبر في الشاحن نشارفه هنا منذ ما شفنا ما صارت الجهاز لكن سنجرب مرة ثانية تجرب ممكن أن أبدأ عدلتها ننتظر نفصل الشاحن حلو تأكدنا مرتين و في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالغناء ونشر المقطع وعمل له كل مقطع وتعليقاتكم بتاعتهمني والسلام عليكم